اشتركوا في القناة وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفار الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال قال هي عصار أتوكأ علينا وأهش بنا على غلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعينها سيرتها الأولى وابهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرحني صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارول أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَلِقَذِفِيهِ فِي الدَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمُّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَنِّي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُدُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمْ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهِلِ مَدْيًا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَلِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي